يحفل التاريخ بحكايات عن حكومات ظالمة كلما خنقتها أزمة اقتصادية استدارت إلى الشعب لتهلكه بالضرائب ورفع الأسعار ومطاردته في لقمة عيشه تتجسد هذه الحكايات الآن في واقع مرير يشهده العراق في خضم الأزمة المالية الخانقة تبعت حكومة الكاظمي كافة أساليب الاحتيال لتخلص من هذه الأزمة بعد أن دركت صعوبة إيجاد حل جذري لها مبني على إصلاحات حقيقية في ظل تغول مافيات الفساد وتجذرها في البنية السياسية وبدلا من إيجاد مخرج من الأزمة المالية قامت الحكومة بإدخال الشعب كله في نفق هذه الأزمة عبر التلاعب بسعر صرف الدينار حيث تدنى إلى مستوى هبوط جديد سيترك آثارا سلبية مستقبلا انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار يعني تمكن الحكومة من سد جزء من العجز في رواتب الموظفين إذ أن صرف الرواتب بالدينار يستلزم كمية أقل من العملة الأجنبية لكن هذا التحاول سينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع المستوردة والعراق حاليا يستورد كل شيء حتى الخضار والصناعات الغذائية بعد أن دمرت قواعده الإنتاجية بفعل الغزو والسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة خفض سعر صرف الدينار يدل على أن الحكومة استنفدت جميع الحلول لتجاوز العجز المالي حيث طلبت مبالغ كبرى للاقتراض في فترة سابقة ومع ذلك ظل العجز المالي يتربع على خزينة الدولة السياسات الفاشلة مع استمرار نهب خزينة الدولة تنذر العراقيين بعيام أشد سوادا في الفترة المقبلة ولا خيار له غير الإصرار على مواصلة ثورة التغيير الشاملة حتى يخرج من هذا النفق المظلم